اشتركوا في القناة ومشاهدين الكرام نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة لاهم الأخبار من شيعا ويفز وهذه أهم العنوانات بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق العتبة الرضوية المقدسة تفتتح أبواب المرقد الطاهر للإمام الرضا عليه السلام أمام الزائرين رئيس مؤسسة مصباح الحسين يستقبل قائم مقام مركز كربلاء ويبحثان سوء لا إنجاحي وتطوير الجانب الإنساني في المحافظة اثر اعتقالها للصحفيين ونشطاء الاحتجاجات السلمية اللعنف العالمية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراحهم وإلغاء الأحكام الجائرة بحقهم أهلا بكم إلى تفصيلات الأخبار فتحت العتبة الرضوية المقدسة أبواب المرقد الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة إذ يأتي فتح أبواب المرقد الطاهر أمام الزائرين بعد نحو ثلاثة أشهر من إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا هذا وكرت اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا قررت إعادة فتح أبواب حرم الإمام الرضا عليه السلام على أن يكون دخول الزوار من فترة ساعة قبل شروق الشمس وساعة قبل الغروب يوميا مع ضرورة مراعاة القواعد والإرشادات الصحية استقبل رئيس مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية سماحة الشيخ مصطفى المحمدي قائم مقام مركز مدينة كربلاء المقدسة الدكتور حسين المنقوشي وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع المؤسسة الإنسانية والثقافية وتحدث سماحة الشيخ المحمدي عن خطوات المؤسسة ومختلف نشاطاتها ومن بينها مشروع التخطيط الاستراتيجي للقضاء على فقر أيتام العراق كربلاء المقدسة أنموزجا الذي تسعى المؤسسة لإطلاقه حديثا وقد أكد سماحته على ضرورة التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والجهات الحكومية لإنجاحه وتطوير الجانب الإنساني في المحافظة من جانبه أبدى الدكتور حسين المنقوشي استعداده للتعاون مع أجل إنجاح هذا المشروع وكافة مشاريع المؤسسة وتقديم كل ما يسهم في خدمة الفقراء والأيتام في العراق عامة وكربلاء المقدسة خاصة أحيى مسجد وحسينية آل ياسين عليهم السلام التابعة للمرجعية الشيرازية في مدينة سدن الأسترالية ذكرى استشهاد عم النبي الكريم السيد حمزة بن عبد المطلب عليهم السلام حيث تخلل المجلس قراءة حديث الكساء وزيارة عاشراء وزيارة أب الفضل العباس وأم البنين عليهم السلام وقراءة دعاء التوصل إضافة إلى مجلس الوعظ والإرشاد أعلنت منظمة التنمية والارتقاء بالبيئة العراقية تأهيل وتشجير أكثر من خمسة كيلومتر من طريق يا حسين للزائرين بين محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأكدت المنظمة أن هذه المرحلة تعد الأولى وستتبعها مراحل أخرى بتعاون العتبات المقدسة والمواكب الحسينية والأهالي المزيد في سياق هذا التقرير بمشاركة المواكب الحسينية والعتبات المقدسة باشرت منظمة التنمية والارتقاء بالبيئة العراقية بتأهيل أكثر من خمس كيلومترات في طريق يا حسين الواقع بين محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف الخاص بالزائرين بعد رفع التجاوزات وإكساء محرمات الطريق لتهيئته وزراعته بالشتلات مشروع طريق يا حسين هذا المشروع ينفذ من قبل منظمة التنمية والارتقاء بالبيئة العراقية المشروع يعتمد على أساس التبرعات وليس مشروع حكومي أهداف هذا المشروع هو تحقيق مسألة الظل للزوار الإمام الحسين كذلك تحسين البيئة وكذلك إعطاء جمالية لمدخل كربلاء نجف هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى كربلاء وأعتقد على مستوى العراق أيضا ينفذ من قبل المنظمة بدون تدخل الدولة أو مقاولة وإحالة وما إلى ذلك يكون ما تقوم بمنظمة حقيقة دراسة ما تقريبا استمرت لمدة سنتين من ضمن هذه الدراسة واستحصال موافقات كل الدوار ذات العلاقة في محافظة كربلاء حتى لا يكون هناك تقاطع ما تم تنفيذ من قبل المنظمة التامنية والترتقال بالبيئة العراقية هو تنفيذ وطني وكذلك خيري وبدعم من جميع الجهات وزارة الزراعة العتبتين الحجد الشعبي واجهات كربلاء أبناء كربلاء هذا المشروع الآن أصبح هو نموذج لطريق يمتد من كربلاء إلى البصرة ولكن بجأنا بألام من كربلاء إلى النجف لأن الظروف في هذه المنطقة الآن أكثر مهيئة الحملات التي تنفذها المنظمة من أجل تحقيق الظل والمناطق الخضراء للزائرين أثناء الزيارات المليونية فضل عن تحسين البيئة وإضفاء الجمالية على مدخل مدينة كربلاء المقدسة فيما بيّن القائمون على المشروع أنه اعتمد على تبرع المزارعين والعتبتين المقدستين بالفسائل داعين أصحاب المواكب التي يمر بها المشروع بالمساهمة بإكساء الطريق العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية كان لهم دور كبير في دعم هذا المشروع الأخوة العشائر المختلفة القريبة لهذا في محافظة كربلاء والقريبة على هذا المشروع الحقيقة قاموا بالتبرع في مسألة الفسائل النخيل والشكلات والتأكيد تنفيذ زراعتها ساهمه وكل هذا العمل هو عمل مجاني المشروع طول الآن كمرحلة هو خمسة كيلو مترات ونص ثلاث خطوط تم زراعتها هذه الخطوط يفترض أن يكون هناك ما بين خط وخط مثل ما تلاحظون هسا الآن أمامكم يكون هناك مقرنص وهذا المقرنص هو مثل مسارين لمشاية زوار الإمام الحسين فهذه على الخمس كيلو وات ونص وقلت أكد مرة ثانية نحن نطمع أنه تكمل هذا المشروع بين كربلاء المقدسة وبين النجاف الأشرة لأن هناك أمير المون علي بن أبي طالب وضع الخطط الكفيلة لتقديم الخدمات التي يحتاجها الزائر الوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعين المباركة والتي تشهد حضورا مليونيا عالميا واسعا بدأت بعد إن بدأت التجمعات المليونية تخرج من الإطار المحلي إلى الإطار العالمي للشعويفز علم طير كربلاء المقدسة أصدر مكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم توجيهات بشأن التبرع ببلازمة النقاها في ظل تفاشي جائحة كورونا وقال سماحته في نص توجيهاته نتوجه إليكم مرة أخرى بشأن الوباء الذي اشتاح العالم وسبب انتشاره مئات آلاف الوفيات لذا ينبغي للمتعافين الذين أنعم الله تعالى عليهم بالعافية والشفاء التواصل مع المراكز الطبية للتبرع ببلازمة النقاها من أجل تخفيف معاناة المصابين وتقليل الضحاية منهم فإن لهم بذلك أعظم الأجر والثواب مضيفا أنه ليتذكروا أنهم في شدة عوارض المرض كانوا يتشبثون بالأمل واليوم هم يملكون ما يبعث الأمل في نفوس المصابين الذين لتنتابهم آثار هذا الوباء الشديد فلا يقصروا في التعاون مع الأطباء والمختصين دعم جهودهم في إنقاذ المصابين وتخفيف معاناتهم بالتبرع ببلازمة النقاها مقدم شكره للكادر الطبي من أطباء وباحثين وصيادلة وممرضين وعاملين بالشكر والتقدير لجهودهم ووقفتهم المشرفة في معالجة المصابين بهذا الوباء وتعريضهم لأنفسهم القطر والإصابة مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من المسؤولين والكوادر الطبية التي تقلل انتشار الوباء من التباعد الاجتماعي وعدم حضور التجمعات ولبس ما يمنع من التلامس من الكمامات ونحوها أعلن نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة عباس موسى عن شروع قسم الصيانة الهندسية في العتبة المقدسة بإنشاء ردهة لعلاج المصابين بوباء كورونا في مركز الزهراء عليه السلام للأمراض الباطنية ضمن مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية في كربلاء المقدسة وقال موسى إن الردهة ستقام على مساحة أرض تبلغ ألف متر مربع وفق المخططات المصادق عليها من الجهات المستفيدة وضمن المواصفات الطبية المطلوبة مع رعاية جميع شروط السلامة خلال فترة الإنجاز مؤكدا إن الردهة ستنجز في وقت قياسي لكي تدخل حيز الخدمة نظرا لظروف الحرجة التي يمر بها البلد مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس المستجد وجهت منظمة اللاعنف العالمية المسلم الحر رسالة إلى السلطات الجزائرية إثر الاحتجاجات السلمية الأخيرة في البلاد وما تبعها من اعتقال مستمر لجمع من الصحفيين ونشطاء الاحتجاجات من أبناء الشعب الجزائري من قبل السلطات وقالت المنظمة في رسالتها أنها لا تزال السلطات الجزائرية تحتجز عددا من الصحفيين والنشطاء مما شاركوا أعمال الاحتجاج السلمي الذي أطاح بالحكومة السابقة دون مسوق قانوني صحيح أو مبرر لاستمرار اعتقالهم الأمر الذي يستدعي مراجعة السلطات لهذا الإجراء كونه ينافي حق التعبير أولا وحقوق الإنسان ثانيا فضلا عن كونه لا ينسجم مع المسال الديمقراطي الذي تتبناها الدولة الجزائرية بشكل عام مطالبة بضرورة إفراج السلطات الجزائرية عن كافة معتقلية الرأي من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية إطلاق صراح الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ممن اعتقلوا على خلفيات سياسية وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم شن طيران التحالف السعودي أكثر من 34 غارة على عدد من المحافظات اليمنية وقال مصدر صحفي يمني إنه في مأرب شن التحالف 22 غارة عشرة منها على مديرية صرواح وعشرة أخرى على صلب بمديرية مجزر كما شن غارتين على منطقة نجد العدق في مديرية صرواح مضيفا إنه وفي حجة شن طيران التحالف خمس غارات على منطقة الجر وبني حسن بمديرية عبس ومديرية حرض وفي صعد غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف واخرى على مديرية الظاهر وفي الجوف شن غارتين على منطقتين المزاريق والمهاشمة بمديرية خب والشعف وفي نجران ثلاث غارات على منطقة الشرفة دعا الأئمة ومثلو أجالية المسلمة في إيطاليا لتخصيص مساحة إضافية للمسلمين في المقابر يتمكنوا من دفن موتاهم من ضحايا فيروس كورونا ونقلت أكالة فرانس بريس عن إمام مسجد ميلانو سيستو عبدالله تشينا قوله اختبرنا الألم لكنه يتعمق أحيانا عندما لم تجد بعض العائلات مكانا تدفن فيه موتاهم لعدم وجود أقسام مخصصة للمسلمين في مقابر المدن هذا واضطر العديد من مسلمي إيطاليا لقطع مسافات كبيرة لدفن موتاهم أو ترك الجثث لأيام في المشارح أو حتى في المنازل بحثا عن مكان لدفنها إذ إنه بموجب القانون الإيطالي بإمكان المقابر أن تخصص أقساما خاصة ومنفصلة لغير الكاثوليك لكنها غير مجبرة على ذلك الخبر الأخير قتل 59 شخصا في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على قريتهم ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بابكر كولو قائد جماعات المحلية لمحاربة الإرهابيين قوله أن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا قرية فيلو التي يقتنها مربو الماشية الواقعة في مقاطعة جوبيو بولاية بورنو ما أسفر عن سقوط 59 قتيدا في صفوف سكانها موضحا أن البعض تم إطلاق النار عليهم والبعض الآخر دهسهم الإرهابيون بمركباتهم هذا ويركز إرهابيو ولاية غرب أفريقيا في تنظيم داعش الإرهابي والتي انفصلت عن بوكو حرام الإرهابية في العام 2016 على مهاجمة الجيش لكنهم يستهدفون أيضا المدنيين بشكل متزايد نهاية النشرة هذا تذكير بالعنوانات بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق العتبة الرضوية المقدسة تفتتح أبواب المرقد الطاهر للإمام الرضا عليه السلام أمام الزائرين رئيس مؤسسة مصباح الحسين يستقبل قائم مقام مركز كربلاء ويبحثان سبل إنجاحي وتطوير الجانب الإنساني في المحافظة إثر اعتقالها للصحفيين ونشطاء الاحتجاجات السلمية اللعنف العالمية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراحهم وإلغاء الأحكام الجائرة بحقهم ختام النشرة شكرا لكرام المتابعة وإلى اللقاء اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة